السلام عليكم بسعدواتكم أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بشكل سريع ومختصر التصنيف الصادر عن الفيفا لليوم بتصنيف المنتخبات قبل نهاية عام 2019 بدنا نذكر تصنيف جميع المنتخبات ومنتخبات آسيا وتصنيف المنتخبات العربية متل كل مرة أتمنى منكم تسمعوا هذا الفيديو للأخير ولا تنسونا ما تضغط على زر اللايك والتعليق حتى تسمحوا لهذا الفيديو بالظهور لجميع المتابعين طبعا بصدارة المنتخبات ومنتخب بلجيكا عم يحافظ على الصدارة وأم يكون بالمركز الأول أما بقارة آسيا عن المنتخب القطري صاحب الإنجاز الكبير لهذا العام وعم يقفز يقفز 30 مركزة على سلنا بتصنيف الفيفا إنجاز كتير كبير للمنتخب القطري بالتصنيف أما بالنسبة لتصنيف المنتخبات لقارة آسيا بالصدارة منتخب اليابان أول آسيويا 28 عالميا بالمركز الثاني منتخب إيران و 33 عالميا بالمركز الثالث آسيوية منتخب كوريا الجنوبية و 40 عالميا بالمركز الرابع آسيوية منتخب أستراليا أما عالميا 42 بالمركز الخامس آسيوية منتخب قطر 55 عالميا بالمركز السادس آسيوية منتخب السعودي 67 عالميا بالمركز السابع آسيوية منتخب العراق 70 عالميا بالمركز الثامن آسيويا منتخب الإمارات 71 عالميا بالمركز التاسع آسيويا منتخب الصين أما تصنيفه العالمي 76 منتخبنا السوري منتخب نصور قاسيون العاشر آسيويا أما تصنيفه عالميا بالمركز 79 أما تصنيف المنتخبات عربيا تونس عمد حافظ على الصدارة بالمركز الثاني منتخب الجزائر بالمركز الثالث منتخب المغرب بالمركز الرابع منتخب مصر بالمركز الخامس منتخب قطر بالمركز السادس منتخب السعودي بالمركز السابع العراق بالمركز الثامن الإمارات بالمركز التاسع عربية منتخب نسوري بالمركز العاشر منتخب عمان بالمركز الحادي عشر منتخب لبنان بالمركز اطناعش الأردن بالمركز تلتعاش البحرين بالمركز الارباطعش موريتانيا بالمركز الخمسطعش منتخب ليبيا بالمركز ستعاش منتخب فلسطين ومركز سبتعاش منتخب السودان أما من لسبيل تصليف المنتخبات العالمية مثل ما ذكرت ببداية الفيديو منتخب بلجيكا بالمركز الأول منتخب الفرنسي بالمركز الثاني منتخب البرازيل بالمركز الثالث بالمركز الرابع منتخب إنجلترا بالمركز الخامس منتخب الأرقوي بالمركز السادس منتخب كرواتيا بالمركز السابع منتخب برتغال والمركز الثامن منتخب إسبانيا والمركز التاسع منتخب الأرجنتين إذن استعرضنا بشكل سريع ترتيب المنتخبات عالميا أول تسع منتخبات عالميا واستعرضنا ترتيب المنتخبات بقارة اسيا ترتيب المنتخبات عربيا كل التوفيق لمنتخبنا السوري ان شاء الله بالقادمات بمباراة على التصفيات اذا منتخبنا السوري عامينها عام 2019 بالمركز 79 عالميا بعد النتائج الايجابية الاخيرة اللي حققها خلال التصفيات الماضي كل التوفيق لنصور قاسيون بتمنى منكم شاركونا رأيكم حول هذا التصنيف وشاركونا رأيكم ايضا حول التصنيف المتوقع لمنتخبنا خلال العام القادم توقعات من الجمهور جمهور الكرة السورية والجمهور المحب لمنتخبنا السوري وشاركونا رأيكم حول اكتر تصنيف لفت انتباهكم بين المنتخبات وشكرا لكم توقعات من الجمهور الكرة السورية والجمهور المتوقع توقعات من الجمهور الكرة السورية والجمهور المتوقع